موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم وياكم بحلقة جديدة من برنامجكم صور من الحياة بهذه الحلقة رح نكون مع مفتاح الشر وشعلة الجنون والمشاكل ألا وهو الغضب بحياتنا اليومية نشوفه هواي ناس ما عادة أعصاب بمجرد أقل مشكلة تصير له يتعصب ويغضب بالتالي لو قاتل لو مقتوب خلي نكون وياكم ويا مشكلة الغضب ونشوف العلم ونشوف العرف والواقع ولنسعى من خلال هذه الحلقة نغير الواقع وليس تشخيص خلل في الواقع خصوصا إذا الخلل كان ميس شريحة واسعة في المجتمع ويتعلق هذا الخلل بعلاقة الإنسان مع الإنسان أو علاقة الإنسان مع الله سبحانه وتعالى خلي نشوف المشهد ويا لحظة الصباح الأولى يستيقظ هذا الشاب واللي من المفروض يحمد رب العالمين وشكرا على نعمة أنه هو الرزق يوم جديد يباوى على تليفونه يبدي تساعد عدة غضب من اللاشيء ما يتوكل على الله ولا يقول الحمد لله والشكر خلي أخسر وجهي من همومي وأنطرق إلى يوم جديد البس ملابسي وأتوكل على الله ورزق أبقى بأحاجة يفتح الباب يتوجه ولكن يجي الصوت كانت ردد فعله على نداء أخو إله ردد فعل مصحيحة يبدل غضب يفوت يمناس يسلمون عليه يواجههم غضب يسلم عليه شخص ثاني أبو دكان يواجهه بوجه عبوس غضب يدخل هذا الشاب يريد يشتري من أسواق حتى يكمل يومهم يتفاجئ ماكو محفظته يرجع يريد يسأل الناس يرجع على نفس النجار اللي ما سلم عليه يلقى النجار يشرب علامة روح منا يطرده لأنه ما كان مؤذب أساسا يمر يم الأطفال اللي يسلموا عليه هو سلم عليهم بوجه عبوس الأطفال يبتعدون منه لأن كان هو غاضب يرجع للبيت ويلقى المفاجئة أخويا لتطيك المحفظة بالسياحة وغضبك ما خلاني أخواني اللي شفناه بالمشهد راح نقدر انميز بين الغضب الصح والمطلوب وبين الغضب المرفوض بالشريعة الإسلامية والنقطة الثانية يخلينا إلى أنه ننتبه مو لكل شخص غاضب لازم نتركه والنقطة الثالثة يخلينا نتعرف على معنى الغضب وشلون يأثر على الإنسان وبالتالي راح نعرف تأثير الغضب علينا وعلى عجسامنا على عقيدتنا وفكرنا وارواحنا وعقولنا وديننا من آثار الغضب أنه إذا هجمنا على شخص أو ضربنا شخص ممكن يصل إلى حد الموت وبعد مدة قليلة راح ننتبه على الجناية العظيمة اللي سويناها وتدرون الغضب شعله من الجنون بحيث يغطي عقلنا ويغطي عيوننا وما ندري شنو دا نسوي الأمام علي عليه السلام يقول إياك والغضب فأوله جنون وآخره ندم تاليها بعد الغضب راح نتندم على الأفعال اللي سويناها وكذلك أثر الغضب على القلب أنه يخلي الإنسان يكون حاسد ويكون حاقد على الناس وعلى أصدقائه ويفشي أسرار أصدقائه ويفضحهم من البداية خلي نلزم أنفسنا ونعودها على أنه من يغضب ونعالج الغضب هسه خلي نسمع الكلام ضيف هذه الحلقة وراح يتبين إلنا أكثر بسم الله الرحمن الرحيم سعيدين جدا بلقائنا وياكم أعزائنا المشاهدين حقيقة موضوعنا موضوع شيق جدا ألا وهو الغضب موضوع الغضب عادة يعني من نسمع بهذه الكلمة يتبادر إلى الذهن هو الأشياء السلبية بالحقيقة طبعا الغضب ممكن يكون إيجابي وممكن يكون سلبي الغضب الإيجابي اللي ممكن تعريفه أنه هو عدم الرضع الإنزعاج فبالتالي إذا كان عندنا غضب إيجابي يكون عندنا بطاقة إيجابية وممكن يكون إنتاجي فما راح نتكلم الآن على الغضب الإيجابي وهو تقريبا قليل جدا في مجتمعاتنا لكن للأسف الشديد الغضب اللي نقصد عليه الآن هو الغضب السلبي الغضب السلبي اللي هو عدم السيطرة على المشاعر أو الشعور وكذلك يولد عندنا مشاكل كبيرة جدا قصة لطيفة جدا يقول لا تكن سلة للنفايات وهذا كل واحد من عندنا محمل ببعض السلبيات أو بعض الضغوط التي تؤدي إلى الغضب في الحقيقة لو أريد نتعامل عمليا مع هذا الموضوع وبشكل فعلي أنه من خلال معاملتنا مع البيت العائلة أو معاملتنا مع يعني الأصدقاء أو بصورة عامة مع العمل وبكل طبيعة حياتنا راح تكون عندنا بعض المشاكل وبعض الضغوطات تؤدي إلى الغضب كيف أنا أحول هذا الغضب إلى قضية إيجابية من خلال تعاملنا مع الغضب تعامل مع الغضب طبعا نحن بالشكل الطبيعي نغضب ونتعصب صحية لكن مرات التعصب وهذا الغضب هو فتشي جيد لكن نتكلم على الشيء السلبي الشيء السلبي أنه من تغضب راح تكون مكب للنفايات كل واحد بينه عنده ساعة الغضب وعنده حالات للغضب وبالتالي من يصطدم مع شخص آخر فهذا يحول يفرغ كل ما عنده من طاقة سلبية للطرف الآخر اللي راح يكون على محاك ويا فهذا المحاك اللي ويا مجرد ما راح يكون عنده مشكلة فرح يحول هاي المشكلة إلى تفريغها وين راح تفرغ تفرغ بالشخص الآخر اللي راح يستقبل هاي النفايات فاللي المفروض علينا نكون أذكياء وفطنين كل واحد يحافظ على النفايات اللي عنده وليحاول يبعثرها أو يذبها في المنزل أو يذبها على الآخرين بقدر ما يذبها في المكان المناسب لتفريغ الغضب هذه القصة لطيفة جدا تنطينها شلون نقدر نتعامل مع الأشخاص ومع كذلك أنفسنا عادة نسمع الضغوطات طبعا هذا اللي سكر والضغوط والضغوطات النفسية اللي موجودة نحاول جهد الإمكان نلقى كيفية طريقة إدارة الغضب الغضب موجود هو لكن كيفية إدارته هو اللي نبحث عنه طريقته مهمة وسهلة طبعا كثير أكور روايات وأحاديث عن هذا الموضوع للتخلص من الغضب لكن نقول بكل بساطة نحاول نتدرب يعني ونتعلم سوية اللي هو الشوء نتعامل مع الشخص اللي غاضب غاضب بطريقة فنية اللي هي الابتسامة من نبتسم احنا بشرطة تكون الابتسامة طبعا مولدة للأطمئنان وللأريحي للطرف المقابل وليس الاستهزاع فابتسامتنا هذه اللطيفة مع الشخص الغاضب ممكن راح تضطي أطمئنان للطرف المقابل وبالتالي ممكن راح أسيطر آني على أعصابي وأعصاب الطرف الآخر أتمنى لكل شبابنا وكل عوائلنا وكل أخواننا حياة مملوئة بالأريحية وكضم الغيظ ويكونون مسيطرين على أعصابهم وبنفس الوقت إذا كان أكو غضب يحولوا إلى غضب إيجابي وليس سلبي إذن مثل ما شفنا المشهد وسمعنا الضيف عدنا نوعيا من الغضب غاضب تدم السماء وغاضب تدمتح السماء الغضب المذموم مثل ما شفناه بالمشهد والغضب الممدوح هو أن نغضب لله سبحانه وتعالى ولرسول الله وآل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وكذلك نغضب اتجاه أعداء الله والقضايا الأساسية والقضايا الأساسية كظلامة السيدة الزهراء سلام الله عليها وظلم المفسدين في الأرض أو نغضب لحماية عقيدتنا أو نغضب لحماية أعراضنا أو من أن نشوف أفعال قبيحة ننهى عن المنكر خلونا هسا نستمع إلى كلام الله وكلام محمد وآل محمد في الغضب تعريفا ووصفا قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوصني قال وصيني فقال صلى الله عليه وآله لا تغضب ثم أعاد عليه السؤال فقال صلى الله عليه وآله لا تغضب ثم قال قال الرسول صلى الله عليه وآله ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الأدب عند الغضب والإمام علي عليه الصلاة والسلام يوصي ابن الإمام الحسين يقول لي يا بني أوصيك بتقوى الله في الغنى والفقر وكلمة الحق في الرضا والغضب وعن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أنه يقول الحازم من يؤخر العقوبة في سلطان الغضب ويعجل مكافأة الإحسان اغتناما لفرصة الإمكان وعنه أيضا يقول لا تسر عنه إلى الغضب فيتسلط عليك بالعادة وقال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام الغضب مفتاح كل شر وقال الأقمان عليه الصلاة والسلام لا يعرف الحليم إلا عند الغضب إذن مثل ما الماء يطفئ النار كذلك الحلم يطفئ الغضب كيف نقدر نعالج الغضب؟ أولا أنه نغير حالتنا إذا كنت واقف تقود إذا كنت قاعد تقوم توقف إذا كنت تمشي أوقف إذا كنت توقف امشي على مد الغضب يروح من عندك ثانيا أن يستعيد بالله يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثالثا أن يتوضى الغضب يتوضى ويغسل وجهه لأن الغضب حرارة في الإنسان ورابعا أنه يتذكر الغضب دائما له عذاب أليم في نار جهنم أخواني الأفاضق قبل ما نختم نتمنى أن نكون نبهنا عن الغضب اللي تريده الشريعة الإسلامية واللي هو لخدمة الإنسان وكرامته وأيضا نبهنا إلى ضرورة الابتعاد عن الغضب لأمور البيع والشراء وأمور الحياة ولكن حتى يبقى الغضب لله تعالى ولظلامة السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها في أمان الله اشتركوا في القناة